فيه هوس على الشكليات فأول ما الجلد يرتهل الناس ما تحب أول ما تجاعده تزيد أول ما الشعر يبيض أول ما الوزن يزيد فيه طرق قصيرة عملية تجميل سريعة إبرة تخليك ما تأكل يعني دائما فيها الطرق كل شيء يحس صار سهل وصار السوشال ميديا والإعلام يخليك تتعقدين يعني دائما سأكلم الموظفين أقول السوشال ميديا خلت البنات يتعقدون من شكلهم عشان جي كلهم تقريبا يشبهم بعض اليوم وخلت فالسوشال ميديا من أهدافها أن تخليك تتحسين بالنقص المرأة تحس بالنقص عموما في شكلها والله شعري مم كثيف والله حواجب مدري كيف كل مرأة شيء بس هالهدف الهدف أن أنا ألس ألعب ألعب في أنا اللي عندك والثقة في النفس ليه ما أنت تتين تشترين الشنطة مالتي والإكستنشن مالي وتحطين فلر وتحطين بوتوكس هاي لعبتي بالنسبة للرجاء فالريايل اللي في الموظفين قالوا هاي بس ها بس الحريم قلت لا للريايل الإحساس بالنقص وشو؟ إنك مثلا ما عندك السيارة المناسبة صح ما عندك الجسم المناسب صح ها سيكسباك ما عندك وإيه ولا عندك دبلتر مثلا ولا شعرك بدأ يبيض لما تصبغ طول الوقت وليلا تزرع فيعني هني اللعبة آه أنت ما عندك بنات آه عشان ما عندك فلوس ما عندك شقة حلوة ما عندك سيارة حلوة فبدأت تشكك يعني اليوم مع عمره 21 سنة يبقى فراري حبيب قلبي ليش تبقى فراري يوم توصل يمكن 40-50 مشتغل على نفسك تبقى كافئ نفسك لو أنت فراري عندك 20 شو بتشتري يوم 40 طيام مش ماهم يعني وين وين الحد وشو الهدف وين الحد فهني هاي المشكلة انت تقولين ليش الناس ما عندهم تصالح مع سنهم عشان العالم ما يباجي تتصالحين عشان شي في 70 ألف كريم مفروض أشتريه ينزل من عمرت ينزل التجاهيد ويخلي والناس تحط وتحط وتسوي ما حد مقدر يحتفل في مرات أنا أقول لا تقول كيف تصدق كيف تصدق اقول كيف تصدق كيف تصدق من نحن نص لا تجب أن أقول أنني 42 عام فقط أنت تقول لني 42 عام حسن وصلت يا حسن من النضج من الحكما من أكيد هناك جمال في الواحد يوم كان سريئ وكان أذك أركض وأنقز وسيقف وعلق كرة ثلاث مرات في اليوم حسن لكن هناك جمال برضه في النضج صحيح في حيات كثيرة تاخد منك زمن تشهد في السنية الفاتحات التاسي ما محتاج تعملها بنفس الطريقة حتى تشوفك لنفسك وانك تتعانجستش في خوف بتاعي ان انا داري حجي بنفسي داري نجح ما داري الناس يشوفي لوزر أي حاجة يعني من الحاجات دي الليلة وانا معين دي حاجة سيتخرج يعني بتكون حاسي روحك انك وردي في وقت كده مرة بتقدر تعالي وتقدر تشوف روحك ذات وتشوف حاجاتك وتكون رائق يعني عشان كده يعني الاربعين ده ما عمر النبوة صح الاربعين ما بعمر؟ نعم مش بقوله انه عمر النبوة الاربعين صح لانه في حكمة وفي حكمة وفي خلاصة على التجارب ويكون حاجات كثيرة مرت بها وحياتك ووضحت شكلها وإذا عندك عطفال ولا لا بيكون خلاص الرؤية واضحة في حاجات كثيرة رؤية فابلة طبعا انت بترتاح يعني بس ما ياس نحتفل ولا يمكن نسوق بعض عن هالأعمار عشان ما ياس يخدم البراندات طبعا فلازم نحتفل قبل يمكن قبل الانترنت يمكن كنا نحب نروح عند خالنا الكبير في السن ولا جدتنا ولا جدنا ونيلس معاه وناخذ منهم اليوم هل قادرين نوصل لهالمرحلة نرفعها ونقول والله في العمر وفي الحكمة في شيء إيجابي جدا حتى في الشكل يمكن اليوم انت كيف يالسة يالسة يمكن لو انا يلس معاه قبل عشرين سنة يمكن ما تعرف انت قاعدين على الكرسي اه وشي يوه منفعلة جدا والعواطف فوق وتحت بس يمكن معاه العمر احدى